الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نذكر أركان الصلاة أركان اللي تقوم علي الصلاة نعم بسم الله والحمد لله والسلام على رسول الله أكراتم من اللي التافن الدروس المهمة ينزك مزام أمباتي ركنن سالة وان نسالة تكيقنوا أكمس نعم الركن الأول القيام مع القدرة لابد أن يقوم في الفريضة إلا إذا كان عاجز بالكلية أو يحصل له ألم شديد عندما يقوم ركني نفركو شيني صيوة ما تكاريانا دي يكون صيوة متوم ييصلا أتحي نعم هكا واجبيني أكانس ييصلا أتحي متو كاريانا دي يكون سيدي اما النافلا صحا يصلي جالسا ومقادر علقيا لكن يأخذ نصف أجر القاهم نعم الثاني تكبرة الإحرام يعني قول الله أكبر نعم وقراءة الفاتحة لابدن يقرأ الفاتحة كاملة مرتبة بكلمات وآيات وحركات وحروفها نعم اقرأة في كل ركعة في كل ركعة وفي السرية وفي الجهرية نعم ولا تسقط الفاتحة إلا إذا أدرك الإمام راكعا يكبر تكبرة الإحرام ويركع وتسقط عن الفاتحة بقول النبي عليه الصلاة والسلام نعم ثم الركوع والرفع من الركوع ثم السجود على الأعضاء السبعة على الأعضاء السبعة ثم السجود الجلسة بين السجدتين الزمات أكاين سجده قدابي وشي ماروكو نيني نسلا التغتب لابد يراتب بين الأعقام سيكم أجيران تاوانا ننع أيو كاين دول أجيران تاسو أبارا كما يدى مكا أمباتوسو نعم ولابد من أطمأنين لابد يطمأن يعني لا يانقرا السلاة بسرعة والتشهود الأخير والجولوس والتشهود الأخير